بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفاها ونور البصائر والأبصار وضياها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يقول الله تعالى في سورة مريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا صدق الله العظيم هكذا تبدأ سورة مريم عليها السلام تبدأ بكافها يا عين صاد هي من الحروف المقطعة التي استهلت بها بعض الصور القرآنية القرآن الكريم في صور ابتدأت بحروف مقطعة زي ألف لاميم زي حاميم وغيرها من الأحرف المقطعة وهنا في سورة مريم كافها يا عين صاد القرآن الكريم قد ألف من هذه الحروف العربية من مثل الكاف والهاء والعين والصاد التي استهلت بها سورة مريم لقد تحدى الله تعالى العرب وهم أرباب فصاحة وبيان أن يأتوا بمثل هذا القرآن فإن هذا القرآن العظيم الكريم يتكون من مثل أو من نماذج هذه الحروف العربية لكنه يجيء نصا معجزا لا يستطيعه البشر ورغم أن العرب يملكون هذه الحروف ويعرفون تلك الكلمات العربية وهذه الأحرف العربية لكن هم في الحيئة وقفوا أمامها في إعجاز تام حائرين عاجزين عن أن يصوغوا من هذه الحروف الهجائية العربية مثل ما صاغته القدرة المبدعة لهذا القرآن الكريم تحدى الله سبحانه وتعالى تحدى في القرآن الكريم المعاندين من العرب يعني إن كنتم أيها العرب في شك من كون القرآن كتاب منزل من عند الله فهاتوا مثله إن استطعتم أن تصوغوا مثل هذا القرآن فأتوا بمثله ائتوا بلاش كل القرآن هاتوا عشر صور من مثلي طب بلاش عشر صور هاتوا صورة واحدة من مثلي هذا القرآن بل ادعوا من استطعتم من الخلق جميعا كي يعاونوكم في ذلك الأمر فهل تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن أو ببعضه وحتى لو اجتمع الناس كلهم معكم أجمعون لم يستطع العرب لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم ولما عجزوا وهم أهل الفصاحة والبيان ثبت أن غيرهم أعجز في أن يأتوا بمثله وأن هذا القرآن العظيم هو من عند الله تعالى وصدق الله العظيم حين قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وفي قراءة الأحرف المقطعة لا خلاف بين أهل العلم أن هذه الأحرف أو هذه الحروف المقطعة التي افتتح الله تعالى بها بعض الصور في القرآن الكريم طبعا الأحرف المقطعة معين من الأنوار الإلهية لا ينضب أبدا وتظل جميع ويظل جميع المفسرين في كل زمان وفي كل مكان يكتهدون ليأتوا وليشربوا من معاني هذه الأحرف المقطعة كما هم يحاولون فهم هذه الأنوار والمعارف الربانية في القرآن الكريم ومن أسرارها كذلك طريقة القراءة تقرأ مفرقة يعني كاف ها يا عين صاد تقرأ ليست كلمة واحدة يعني ريت لو نطلع بها على الشاشة كاف ها يا عين صاد أرجو أن نبقيها فترة الرسم ده معنى الحروف متصلة زي ما حضرتكم شايفين في اتصال بين الكاف والهاء والياء والعين والصاد لكن حينما تقرأ تقرأ مفرقة كل حرف على حدة وتقرأ لا تقرأ مجتمع هكذا تقرأ كاف ها يا عين صاد هكذا تقرأ وهكذا تقرأ في بداية سورة مريم وكذلك في باقي شكرا جديلا في باقي صور القرآن الكريم تكون قراءتها زي ما قلنا لحضرتكم لها قراءة وطبعا اللي بيقرأ القرآن وبيتعلم كيف يطلى القرآن الكريم وله أستاذ أو أستاذ يتعلم أو يستقي منها علم قراءة القرآن الكريم بيتعلم المدود وكيف أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وكيف أقرأها الصحابة للتابعين وهكذا إلى أن وصل إلينا هذا العلم العظيم في قراءة القرآن الكريم بردو زيها ألف لام ميم لما نجي نقراها بتقراها متصلة لا بتقرأ الحلف لام ميم ولينا قدر في المدود معين بنعرفه من مشيخنا ومن القراء الذين نستقي منهم هذه القراءة إذن هذه طريقة قراءة بعض الأحرف المقطعة والتي كذلك ابتدأت بها سورة مريم عليها السلام يقول الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا أذكر أيها الرسول الكريم والخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أذكر أيها الرسول الكريم لهؤلاء المعاندين المنكرين الجاحدين بل ولكل جاحد منكر في كل زمان ومكان القرآن لابد أن يأتي بالبيان للعالمين أذكر لهم خبر زكريا وما اختصه الله تعالى به من رفعة الذكر وعظم الشأن وعلو القدر بما جعله الله سبحانه وتعالى عليه السلام محل محل نزول الرحمات الإلهية والأنوار الربانية الكريمة أذكر لهم أيها النبي الكريم أمر نبي الله زكريا لقد صدق ربه في مقام العبودية فأجزل الله تعالى له العطاء من مدد الربوبية فتنزلت الرحمات العالية بزكريا عليه السلام يقول الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده عبده ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى إذ نادى ربه نداء خفية تبدأ قصة زكريا عليه السلام في مطلع سورة مريم بمشهد دعاء نبي الله زكريا يدعو ربه في ضراعة وخفية إن زكريا عليه السلام ينادي ربه بعيدا متواريا عن عيون الناس بعيدا عن أنظارهم بعيدا عن أسماعهم في خلوة يخلص فيها لربه إنه مقام عظيم إنه في مقام العبودية الخالصة لله تعالى لذلك الله يقول ذكر رحمة ربك عبده تشريفا يقول الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده ذكريا إنه في مقام سيدنا زكريا عليه السلام في مقام المفتقر الدائم إلى عطايا إلى عطايا الرب الكريم في مقام المفتقر الدائم إلى هباته سبحانه وتعالى هو الآن اعتزل الخلق وفي مقام من اعتزل الخلق واتنس بالرب مقام جليل ذلك الذي يناجي فيه العبد ربه ويحدثه بما يسقل كاهله ويضيق به صدره بل ويناديه يناديه في قرب واتصال بقوله ربي لم يقل قال يا ربي إنما قال ربي بدون بلا واسطة ولو كانت هذه الواسطة حتى حرف النداء قد أزاحها زكريا من الدعاء فلا شيء يحجبه عن دعاء ربه إن ربه لا يسمع ويرى من غير دعاء ولا نداء ما عليه زكريا لكن مقام العبودية يفضي بالعباد جميعا ويفضي بالعبد إلى ضرورة مناجاة ربه فالله سبحانه وتعالى يغضب إن ترك العبد سؤاله كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مقائل من لم يسأل الله يغضب عليه مقام هذا مقام عظيم أن يخلو الإنسان بربه فيبث إليه جميع ما يشتكي منه بل ويناجي ربه على الدوام هو مقام يتحقق فيه العبد بالزل بين يدي الغني الحميد هو مقام عرف فيه العبد نفسه بالعجز أمام قدرة ربه سبحانه وتعالى هو مقام عرف فيه العبد بدوام افتقاره الدائم لإمداد مولاه له بكل خير مقام السؤال مقام الطلب مقام الدعاء يعني الإنسان يجري يسأل الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى دا معنى مقام السؤال مقام الطلب لذلك حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء مخ العبادة لأنه استشعار العبد شعور العبد بأنه إلى رحمة الله وإلى عطاء الله هو فقير دائما إلى عطاءات الله هو لائذ إلى جانب الله سبحانه وتعالى هذا الإحساس وهذه الحالة مقام عالي هذا المقام مقام أن ترفع يديك بالطلب أن تتوجه إلى الله بالدعاء أن تعلم أن العاط المانع هو الله سبحانه وتعالى هو مقام السؤال والطلب هو واحد هو أحد مقامات العبودية الخالصة لله تعالى ويتحقق معناها في قلب العبد على قدر تحقق هذه المعاني العالية في قلبه الله علمنا في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين العبودية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له والاستعان به سبحانه وتعالى فلا مدد إلا مدد الله إمداده لك بالدوام هو ما تحتاج إليه أيها العبد فتأدب في مقام العبودية بين ربك أنت دوما محتاج إلى إمداد الله لك إمداد الله لك بالصبر إمداد الله لك بالقوة إمداد الله لك بالعطاء إمداد الله لك بالغنى إمداد الله لك بالنصر وعلى قدر ثقتك ويقينك في أن الله سيمدك سيعطيك حتى ولو استحالت الأسباب حتى لو بدت أمام عينيك أنها صعبة المنال الله الذي خلق الأسباب وهو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء العبد الصادق هو المتحقق في مقام العبودية وهو الذي دوما يبث شكواه وحزنه وهمه وغمه لمولاه هو يحتاج العبد دوما في حياته في الحياة الدنيا لأنها دار امتحان دار تعب دار ابتلاء يحتاج العبد دائما إلى طرح هذه الهموم خارج نفسه ليستريح هكذا شأن البشر ولأن الله تعالى رحيم بعباده يعرف أن ذلك من فطرة البشر يستحب لهم دائما أن يدعوه ويتوجه إليه بالدعاء والسؤال لا يجوز للمؤمن أن يبقى حياته جميعها لا يتوجه إلى الله بالدعاء أو أن يكون هذا أو أنه لا بد أن يكون هذا هو غالب حاله في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى إذ هو حال حال ترك السؤال حال ترك الاستمداد من صاحب العطاء والمدد إذا تركت إذا تركت أيها العبد أن تسأل ربك بأي شيء أنت تحتاج إليه في حياتك الدنيا إذا تركت سؤاله يغضب منك الإله الجليل ليه؟ لأن في معنى استغناء العبد عن مولاه والله يحب من العبد أن يرى نفسه عبدا حتى يعرف قدر ربه فمن؟ كما قال ابن تيمي العبارة الجميلة الرائقة التي فتح الله تعالى بها عليه من عرف نفسه بالعبودية عرف ربه بالربوبية ومن عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى ومن عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة ومن عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالعلم ومن عرف نفسه بالذل عرف ربه بالعز جل الله سبحانه وتعالى يستحب للعبد أن يدعو ربه وأن يبس ما يضيق به صدره لمولاه والله علمنا فقال وقال ربكم دعوني أستجب لكم ليرتاح الناس من العبء المرهق ولتطمئن قلوبهم إلى أنهم قد عهدوا بأعبائهم إلى من هو أقوى وأقدر وليستشعروا صلتهم بالجناب الذي لا يضام من يلجأ إليه ولا يخيب من يتوكل عليه هذا بالضبط ما قام به نبي الله زكريا عليه السلام الله يقص علينا ما كان من زكريا عليه السلام لنعرف أن زكريا عليه السلام عرف نفسه بالعبودية فتحقق في هذا تحقق في العبودية أي عرف نفسه أنه عبد فعرف ربه بالربوبية عرف أن له رب يلجأ إليه في كل شيء سكن زكريا عليه السلام إلى طلاقة قدرة الجليل أخذ زكريا بأسباب الشريعة في التوجه بالدعاء لمولاه رغم استحالة الأسباب الموصلة لما يريد تعلق قلب زكريا بالله تعالى وليس بالأسباب لم يغتر بالأسباب فساعة أن يفعل العبد هذا أو ذلك فإنه يزول الهم من قلبه بل ويمتلئ القلب بالثقة بإمداد الله سبحانه وتعالى له بما يريد وفوق ما يريد التعلق الدائم برحمة الله سبحانه وتعالى التعلق براحماته تدفع الإنسان إلى ضرورة التبتل الدائم والانقطاع الدائم لقد انقطع قلب زكريا لربه صرف نظر قلبه عما سوى الله فجمع الله عليه خاطره جمع وجمع خاطره عليه سبحانه وتعالى فخلص له وأخلص التوجه وأخلص العبادة لله سبحانه وتعالى فكانت تجليات إلهية عالية على نبي الله زكريا كما سنرى في الحلقات المقبلة وذكر القرآن الكريم هذا الحال الذي لم يعرفه أحد ولم يذكر في كتب أخرى على هذا النحو الدقيق في الوصف كما هو مذكور في القرآن الكريم يسجل القرآن عظمة الشخصية ذكر رحمة ربك عبده زكريا الله سبحانه وتعالى يذكره ويعلي من شأنه عليه السلام القرآن يسجل عظمة هذه الشخصية بل ويسجل هذه اللحظة في عمر الزمان لحظة أن يعتزل العبد بعيدا عن الناس يخلص فيها لربه ويناجيه كما صنع سيدنا زكريا عليه السلام خلا بربه وتوجه إليه بدعاء لا يسمعه أحد ولا يراه أحد وهو في هذا الحال والمقام العالي نسأل الله تعالى أن يحققنا بحقائق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحقائق سيدنا زكريا عليه السلام وبحقائق الصديقة مريم عليها السلام وبحقائق جميع الأولياء والصالحين وألقاكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة